أزمات عديدة تلاحق مزارع شمال شرقي سوريا بسبب تأثير تغيرات المناخ وموجة الجفاف التي ضربت المحاصيل نظرا لقلة الموارد المائية في المنطقة وجفاف الأنهار والسدود فضلا عن النقص الحاد في المبيذات والأسمدة محصول الزراعة السنة بشكل عام بالنسبة للبعل ما فيه كله كب السقي يعني مذاك الأهمية يعني الموسم موجادة يعني فيه تبعات شكيرة على المزارع خسائر كبيرة تكبدها مزارع الحسكة بسبب تعرض أكثر من 180 ألف دنم بعلي من محصول القمح للتلف إضافة إلى تعرض أكثر من 50 ألف دنم مروي على سرير نهر الخابور للتلف أيضا وسط مناشدات للسلطات المحلية لتعويض المزارعين بعضا من خسائرهم التي تعرضوا لها نتيجة تلف الموسم الشتوي البعل ما يغارب بين 180 ألف أو 170 ألف هاي عدم كبت خالص هاي الناس طشت وشغلة راح عباء منطور ومغارنا ما بين المروي التوازين ما بين الخابور والأظهرة الآبار 50 ألف دنم مزارع شمال شرقي سوريا طالبوا لجان الزراعة التابعة للسلطات المحلية المسؤولة عن المنطقة بوضع خطة استراتيجية لتقويم الموسم المقبل لتجنب الأخطاء التي أدت إلى فشل الموسم الحالي ومنها النقص الحاد في المحروقات والبذار والأسمدة آثار سلبية كبيرة خلفتها موجة الجفاف التي ضربت شمال شرقي سوريا في ظل غياب السلطات المحلية عن معاناة المزارعين والمدنيين ما أدى إلى نقص المساحات المزروعة وقلة في الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع التكاليف